على حبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي خلق الظلمات والنور القائل سبحانه قل لو كان البحر مداذا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة الطيبة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أقول في أول كل حلقة من لقاءات التفسير إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرة وأغلاها مهرة وأعظمها دليلا وأوضحها سبيلا وأقومها قيل علم التفسير لكتاب الملك القدير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها وشرف العلم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولازلنا بحول الله وطوله ومدده نطوف مع حضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع في بستان صورة الفاتحة ولازلنا بفضل الله وتوفيقه ومدده مع قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين وقلت الحمد في اللغة ضد أو نقيض الذنب وهو الثناء الكامل الحمد في لغة العرب ضد أو نقيض الذنب وهو الثناء الكامل والألف واللام في قوله تعالى الحمد للاستغراق أو للاستحقاق للاستغراق أي لاستغراق جنس المحامد فالمحامد كلها له جل وعلا أو للاستحقاق فهو وحده جل جلاله الذي يستحق الحمد بأجمعه والحمد نوعان حمد على إحسانه إلى عباده تبارك وتعالى وهو من الشكر وحمد يستحقه لذاته تبارك وتعالى لما يتصف به جل جلاله من أسماء الجلال ونعوت الكمال وصفات الجلال فالحمد حمدان حمد لنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى حمد لإحسانه على خلقه حمد لإحسانه على عباده نعم لا يحصيها العدد ولا يحيط بعدها غيره أحد ولا يحيط بعدها غيره أحد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نعم فكم لله علينا من نعم تستحق الحمد والثناء أشرف هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام نعمة التوحيد نعمة الإيمان ونعمة التوفيق للطاعة فهذه من أجل النعم نعمة التوفيق لطاعته تبارك وتعالى ونعمة العافية ونعمة الجوارح ونعمة الحمد على النعم ونعمة الحمد على النعم فهذه نعمة مستقلة تستحق مزيدا من الحمد أن توفق لحمده ولله ضر القائل لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد يعني إن وفقك الله جل وعلا لحمده فهذه نعمة أخرى نعمة مستقلة تستحق منك مزيدا من الحمد وأنا لا أدري كيف نحمد الله جل وعلا على نعمة الحمد كيف نحمد الله على نعمة الحمد هل ستقول الحمد لله على الحمد لله طيب وهذه النعمة تحتاج هي الأخرى إلى حمد الحمد لله على الحمد لله الحمد لله على الحمد لله الثانية وإلى ما شاء الله تبارك وتعالى لن نوفيه سبحانه وتعالى حمده وشكره بما يليق بكماله وجلاله سبحانه 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 والمحمود لذاته أيها الأفاضل هو الله جل وعلا والحمد أعم من الشكر كما ذكرت فالحمد لصفات الذات ولصفات الفعل صفات العطاء الحمد لصفات الذات ولصفات الفعل أي لصفات العطاء أما الشكر فلا يكون إلا للعطاء أنت لا تحمد لا تشكر إنسانا على صفات ذاتية فيه لأنها ليست من كسبة وإنما هي فضل الله عليه ولذلك أنا أقول كل صفة في العبد أو في المخلوق يحمده الناس عليها إنما هي عطاء الله تبارك وتعالى له فالمستحق للحمد من باب أولى هو المنعم والمحسن والمتفضل على المخلوق أو على العبد بصفة حمد العبد بها من المخلوقين إن حمدت إنسانا على خلق فيه فهذا الخلق إنما هو فضل الله عليه فالأولى بالحمد هو من تفضل علي بهذا الخلق إذن المحمود لذاته والمحمود لعطائه ولإحسانه ولنعمه ولقهره ولقهره ولجبروته ولجلاله ولسلبه ولعطائه المحمود لذاته في الشدة والرخاء في السلب والعطاء هو الله جل جلاله المحمود لذاته في الشدة والرخاء والسلب والعطاء هو الله جل جلاله فله أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت الكمال ونعوت الجمال ونعوت الجلال فهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى فالمحمود لذاته هو الله أما العبد قد يشكر على عطائه على صنيعه على فعله لكن لا يشكر على صفة ذاتية فيه أما المحمود للذات والمحمود للصفات هو رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ومن أسمائه جل وعلا الحميد وهو المحمود في كل زمان ومكان وهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال هو المحمود في كل شيء وعلى كل شيء هو المحمود لذاته لأنه يستحق الحمد لأنه يستحق الحمد لما أولاه من نعم ولما يتصف به سبحانه وتعالى كما ذكرت من أسماء الجلال وصفات الكمال وبدأ ربنا تبارك وتعالى بحمد نفسه لما علم جل وعلا أن عباده عاجزون عن حمده بما يليق بكمال بجلال وجهه وبعظيم سلطانه وبكمال أسمائه وصفاته فحمد نفسه تبارك وتعالى وابتدأ كتابه بالحمد فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين قال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة كل شاكر وقد توقفت مع هذه الكلمة الحمد لله كلمة كل شاكر قالها آدم حين عطس قال الحمد لله وقالها نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وقالها موسى عليه السلام وقالها داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فحمض الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين وعلى كل أحواله وأحيانه صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله كلمة أهل الجنة ودعاء أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أيضا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن بل الحمد آخر دعائهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين نعم أيها الأفاضل الحمد لله كلمة كل شاكر الحمد لله كلمة كل شاكر ومن جميل ما قاله شقيق بن إبراهيم تنبروا معي هذا قال الحمد لله على ثلاثة أوجه الحمد لله على ثلاثة أوجه الوجه الأول أو الوجه الأول وكلهما صحيح إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك خلي بالك الحمد لله على ثلاثة أوجه الأول إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك الثاني أن ترضى بما أعطاك الثالث ألا تعصيه بما أعطاك والحمد لله على ثلاثة أوجه الأول إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك الثاني أن ترضى بما أعطاك الثالث ألا تعصيه بما أعطاك يعني ما أنت فيه الآن من فضل ومن نعم إياك أن تنظر إليه نظرة قارونية وأن تقول ما قاله قارون إنما أوتيته على علم عندي وتنسى فضل الله عليك وعطاء الله جل وعلا لك ما أنت فيه الآن من نعم وما أكثرها ورب الكعبة إنما هي عطاء الله لك ومحض فضل الله عليك وأنا قلت قبل ذلك لو جلس أي واحد فينا في هذه اللحظة وعاد بعقله إلى الوراء ثلاثين عاما أنا أخاطب الآن كل مسلم من أهل الفضل وأهل العطاء لو جلست الآن وعدت إلى الوراء ثلاثين عاما أو عشرين عاما وفكرت وفكرت منذ هذا الوقت وقيل لك اجلس واحلم احلم ما الذي تتمناه ما الذي ترجوه ما الذي تسأله لربك تبارك وتعالى أنا أقول بملء فمي والله والله ما كنت هتعرف تحلم مجرد حلم بعشر معشار ما أنت فيه الآن من نعم الله جل جلاله والله ما كنت ستحلم بعشر معشار ما أنت فيه الآن أو بشيء من نعم الله عليك الآن نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى فإياك أن تنسى من أعطاك شتان شتان بين النظرة القارونية للعطاء وللنعم وبين النظرة السليمانية للعطاء وللنعم حين نظر قارون إلى عطاء الله تبارك وتعالى هذه النظرة المتكبرة هذه النظرة المستعلية هذه النظرة الذميمة التي تملصت من كل فضل وتخلصت من كل ذرة وفاء وقال كلمته الخبيثة إنما أوتيته على علم عندي وأرجو أن ينتبه إخواني لأننا إلا من رحم ربنا نردد كلمات قارون وإن كانت بألفاظ تتناسب مع القرن الحادي والعشرين نعم يردد هذه اللفظة القارونية كثير من أهل المال وكثير من رجال الأعمال وكثير من من منى الله عليهم بالعطاء إن ذكرته بفضل الله عليه وبعطاء الله له يرد عليك ويقول فن الإدارة فن الإدارة عشان تعرف إننا ما نشقع في المكتب بلعب ده شغل كمبيوتر ماشي جميل أنا لا أنكر عليك أن توظف الكمبيوتر وأن توظف الإدارة وأن تعد أكثر من دراسة جدوى بل يجب عليك هذا يجب عليك هذا لكن حذاري أن تنسى فضل الله عليك حذاري أن تنسى عطاء الله لك وأن تعلم أن كل نعمة أنعم الله بها عليك أو أنت فيها إنما هي إنعام الله عليك وعطاء الله لك من عقل يخطط ويفكر وقلب يعي وبصر يرى وجوارح تتحرك وتبدع وتنتج وتعمل ومن فطنة تحكم بها وتقود بها مرؤوسيك وموظفيك وتدير بها مصنعك وعمالك اعلم بأن هذا العطاء إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليه فالأول إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك أن تعرف من أعطاك سليمان حين نظر إلى نعم الله عليه ماذا قال وواجب على كل مسلم يعي أن الذي أعطاه هو الله أن يردد قولة نبي الله سليمان بلسانه وجنانه وأعماله وجوارحه وأركانه قال هذا من فضل ربي ليبلوني آه خلي بالك من ديه ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أي ليختبرني أأشكر ربي على هذه النعم وعلى هذا العطاء وعلى هذا الفضل أم سأكفر بنعم الله وسأكفر بالمنعم وسأرد هذا الذي أنا فيه إلى إدارتي وإلى عقلي وإلى تخطيطي وإلى تدبيري وإلى الموظفين معي وإلى المرؤوسين عندي أم إلى فلان أو فلان أو فلان لا انظر إلى نظرة قارون للنعم وإلى نظرة نبي الله سليمان للنعم فأول شيء أو أول وجه من أوجه الحمد لله تبارك وتعالى أن تعلم من أعطاك وأن تعرف من أعطاك كل ما أنت فيه إنما هو عطاء الله لك ومحض فضل الله تبارك وتعالى عليه إن كنت عالما من علمك من حفظك من وفقك من أعانك على آداء هذا العلم وإبلاغه للآخرين الله جل وعلا قادر على أن ينسيك وقادر على أن يبكمك لا تنطق كلمة ولا تحفظ حرفا واحدة فتبرأ من حولك وطولك أيها العالم وتبرأ من حولك وطولك يا رجل الأعمال يا من من الله عليك بالمال والفضل تبرأ من حولك وطولك وتبرأ من حولك وطولك أيها الحاكم وأيها الملك وأيها الأمير وأيها الوزير فورب الكعبة لولا أن مالك الملك لولا أن ملك الملوك قدر أن تكون حاكما ما كنت أبدا لا بعقلك ولا بمالك ولا بجاهك بل ولم تستطع ولن تستطيع أن تؤلف بين قلبين اثنين ولم لا وقد قال الله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولم لا وقد قال ربنا جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله في شأن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه فما مكن الله جل وعلا فما مكن أحد في الأرض إلا بتمكين الله له وما ساد حاكم إلا بتقدير الله له وما زال حاكم إلا بتقدير الله له إذ لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين وملك الملوك ورب العالمين جل جلاله نعم أيها الأفاضل فلا بد أن تعلم إن منحك الله أعطاك أن تعلم أن هذا العطاء إنما هو من رب الأرض والسماء أول وجه من أوجه الحمد إذا أعطاك أن تعرف من أعطاك أن تعرف من أعطاك ثم الوجه الثاني أن ترضى بما أعطاك أن ترضى بما أعطاك فعطاؤه هو العدل أيًا كانت صورة العطاء فالعطاء بالمنح أو بالسلب السلب عطاء وقل من ينتبه إلى هذه اللطيفة المنح عطاء والسلب عطاء عطاء يصلح الله به العبد وهو لا يدري عطاء يصلح الله به العبد وهو لا يدري فهو الحكيم سبحانه الذي لا تزول حكمته في عطائه وفي منعه بل هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في منعه تبارك وتعالى نعم لا تنفك الحكمة عنه جل جلاله بل هو واهب الحكمة لحكماء الأرض يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فكيف أدعي لنفسي أنا الحكمة في عطائي وفي منعي وأنفي الحكمة عما وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه قد يتصور كثير من الناس أن العطاء بالمنح والإمداد ولا يتصور كثير من الناس أن العطاء أيضا يكون بالسلب بالسلب وهو عطاء قد يصلح الله عز وجل به قلبك قد يصلح الله عز وجل به عقلك كم من رجل عاد إلى الله بعد مصيبة كم من رجل عاد إلى الله بعد مصيبة بعد موت والده بعد موت أمه بعد موت أخيه بعد موت ولده بعد فقد ماله بعد فقد عضو من أعضائه بعد فقد صحته أولم أقل لك بأن السلبة عطاء وفضل من رب الأرض والسماء يرب الله عز وجل به عبادة من حيث يدرون أو لا يدرون ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون لطيفة جميلة أرجو أن لا تغيب عنه لتحمد الله إن فهمت ذلك في عطائه وفي منعه إن فهمت هذا المعنى ستحمد ربك تبارك وتعالى على كل حال فهو المحمود في السراء والضراء وهو المحمود في الشدة والرخاء وفي كل شدة ذكر نفسك بقول ربك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم في كل ضراء وفي كل محنة وفي كل سلب تذكر قول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأول وجه من أوجه الحمد أن تعرف من أعطاك وأن ترضى بما أعطاك اللهم ارزقنا الرضا لا تعترض على عطاء الله لك لا تعترض في السراء ولا في الضراء ولا في الشدة ولا في الرخاء بل كن على يقين أن قضاءه عدل عدل في قضاءك عدل في قضاءك اعلم بأن قضاءه عدل فهو العدل سبحانه وتعالى في كل شيء وهو الحق تبارك وتعالى الذي يحكم بالعدل وبالقصطاص المستقيم جل جلاله ويزن بالقصطاص المستقيم فلا بد أن تحمد الله في السراء والضراء والشدة والرخاء وعنت على يقين بأنه المحمود لذاته بكل لسان وفي كل حال وعلى أي وضع وكن على يقين بأن تقديره لك تبارك وتعالى هو الخير من حيث تدري أو لا تدري من حيث تعرف أو لا تعرف أن ترضى بما أعطاك الرضا أيها الأفاضل مستراح العابدين وأنس المحبين وروضة المشتاقين الرضا أنس المحبين ومستراح العابدين والعارفين وروضة المشتاقين وما أعظم هذا المقام وما أشرف هذه المنزلة وما أجل هذه المكانة كيف يحقق العبد مقام الرضا وكيف ينزل العبد منزلة الرضا قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى بأربعة أشياء ينزل العبد مقام الرضا ومنزلة الرضا بأربعة أشياء خلي بالحضرتك أن يقول لربه تبارك وتعالى يا رب إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبت وإن دعوتني أجبت يا الله تاني تاني كيف يحقق العبد مقام الرضا بأربعة أشياء أن يقول العبد لربه جل وعلا يا رب إن أعطيتني قبلت أنا قابل لأي عطاء منك فعطاؤك عدل وعطاؤك حق وأنت الحق يا رب إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت هذا هو الرضا إن منعتني رضيت وإن تركتني عبت يعني أنا ملازم لعتبة العبودية لن أفارقها وإن تركتني عبت وإن دعوتني أجبت فأنا عبدك مرني وأنا أنتثل الأمر لن تجدني حيث نهيتني ولن تفقدني حيث أمرتني وإن دعوتني أجبت هذا هو مقام الرضا وهذا هو العبد الراضي عن ربه وبربه جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا هو العبد الراضي عن ربه والراضي بربه والراضي عنه ربه جل جلاله أن تعرف من أعطاك وأن ترضى بما أعطاك وأن لا تعصيه بما أعطاك ألا تستحي من الله ألا تخجل من الله تعص الله تبارك وتعالى بنعمه تعص الله تبارك وتعالى بعطائه وفضله من عليك بالبصر تسخر البصر في النظر إلى الحرام من عليك بالعقل تسخر العقل في التفكير في الحرام من عليك بالسمع تسخر السمع في السماع إلى الحرام من غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك من عليك بالجوارح وأطلقها لك توظف هذه الجوارح في معصية الله وغيرك محبوس في الأسرة البيضاء محبوس بالمرض أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين ألا تخجل من الله ألا نستحي من الله تبارك وتعالى لا تتصور أنك إن أرخيت الستائر وغلقت النوافذ والأبواب أن الله لا يراك إن اعتقدت أنه لا يراك فما أعظم كفرك به جل وعلا وإن اعتقدت أنه يراك وأنت على معصيه لا تخجل ولا تستحي فما أقل حياءك منه جل وعلا لا تعص الله تبارك وتعالى بنعمه عليك إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم احفظ النعمة بالحمد والشكر انتهى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله الله تعالى أسأل أن يربينا وإياكم تربية عامة وتربية خاصة وأن لا يحرمنا وإياكم من فضله ومن إحسانه ومن عطائه ومن نعمه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفهما وإخلاصا وعملا إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأفاضل إلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته ورحمته